السلام عليكم أبناء العزاء أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من كورس قواعد اللغة الإنجليزية المستوى الأول الحلقة اللي فاتت اتكلمنا فيها عن verb to be وعرفنا أشكاله في زمن الماضي وفي زمن المدارة النهاردة هنتكلم عن الجزء الثاني من verb to be طبعا الفعل ده هو إحنا اتفقنا أنه هو فعل مهم جدا عشان كده إحنا هنتديله جزء تاني وحنتديله اهتمام أكتر من أي فعل تاني الفعل بي نفسها معناها يكون بي معناها يكون ودي الأساس أو المصدر دي الفعل في المصدر طبعا احنا النهاردة في الجزء التاني هنتكلم عن استخدامات verb to be ايه هي استخداماته يلا نشوف مع بعض أول استخدام ليه رقم واحد يأتي في صوراته الأصلية يعني صوراته الأصلية يعني الفعل في المصدر بعد حرف جرته يبقى مننا نشوف حرف جرته ما ينفعش نجيب معاه أي تصريف متصريفات لازم نجيب وربي زي مثلا عايزة أقول أنا أريد أن أكون دكتور هقول I want to be a doctor طبعا عايزة أقول هي تريد أن تصب أن تكون ممردة هقول she wants to be a nurse أيوة مع إن الشي بتاخد إز لكن هنا خدت بي نفسها ليه عشان جاي قدامها تو يبقى مننا نشوف تو نجيب بعدها بي نفسها المصدر اتفقنا رقم اتنين يأتي في المصدر برضو حييجي في المصدر بنفسها إمتى بعد الأفعال النقصة اللي هي اسمها الموديل verbis الأفعال الايه النقصة زي ايه الأفعال النقصة ديت طبعا هناخدها بالتفصيل في المستوى التاني لكن هندي مثال علىها النهاردة اللي هي ويل معناها سوف فكان يستطيع مي ربما مصد يجب أن كلهم بيجي بعدهم ايه بيجي بعدهم بنفسها المصدر بتاع verbitubi اللي هي بنفسها زي ايه كده أنا عايزة أقول هو سوف يصبح بخير أو سوف يكون بخير هقول he will be fine يبقى الجه بعدها بي عايزة أقول نادة تستطيع أن تصبح الأولى يبقى حقول نادة كان be the first عايزة أقول منا ربما تكون في الحديقة هقول منا may be in the garden يبقى احنا جبنا بعد well وكانوا may جبنا بي نفسها رقم ثلاثة يأتي بعد verbitubi يأتي بعد verbitubi بأشكاله المختلفة إما noun إما adjective إما اسم إما صفة أيوة يعني منين ما نشوف verbitubi بأي شكل ليه سواء مصدر أو تصرفات لازم يجي بعد اسم أو صفة زي ما أقول ايه he is أحمد هو يكون أحمد أحمد ده اسم she is sad هي تكون حزينة حزينة ده ايه صفة they are naughty هما يكونوا مشاغبين مشاغبين ده ايه صفة برضو we are friends إحنا نحن نكون أصدقاء أو إحنا أصدقاء أصدقاء ده هنا ايه the noun يبقى إذن verbitubi بأشكاله سواء في المضارع أو في الماضي أو المزر بيجي بعد ايه بيجي بعد ايه اسم يا صفة مثال كمان في الماضي we were happy yesterday day احنا كنا مبسوطين أو سعداء بالأمس i will be an engineer أنا سوف أصبح أو سوف أكون ايه مهندس أنا شفت هنا ايه where ده شكل من أشكال الماضي جي بعد وهابي صفة شفت بيه الجاه بعدها اسم اللي هو an engineer الاستخدام الرابع إذا جاء بعد verbitubi فعل آخر هنضيف للفعل ده i in g وطبعا ده في حالة الجملة المبنية للايه للمعلوم لأن لو جبنا الجملة المبنية للمجهول ده مشكلة تانية طبعا مش هنعرفها ده يبقى في المستوى التالي أو التاني يعني الجملة في حالتها الطبيعية زي ايه كده ما اقول you are playing tennis you are playing tennis أنا شايفة هنا شايفة ان R ده فعل وplay فعلي معناي يلعب جبنا الفعل اللي يجيه بعد verbitubi يكون فيه i in g he is watching tv watching for i in g ليه لأن is هنا يجي بعدها الفعل مضاف إلي i in g الاستخدام الخامس الاستخدام الخامس عند بناء الجملة المجهول في passive طبعا ده هندرسه في المستوى التاني او التالت من الكورس مش مش مشكلتنا خالص النهاردة ولا موضوعنا نتكلم فيه نركز في اللي احنا قلناه اذا هذا الفرب مهم جدا لبناء جملة صحيحة يعني احنا محتاجينه جدا نعمل بقى مراجعة سريعة اللي احنا خدناه على verbitubi عمتا احنا اتفقنا ان اشكاله في المضارع مع الاي بياخد ام هي اه شي ات بياخد او اسم مفرد ياخد از وي يو زي اسم جمع بياخد ار ده اشكاله ام از ار ده اشكال verbitubi في زمن المضارع بعد كده اشكاله في زمن الماضي مع الاي هي شي ات اسم مفرد اي ضمير مفرد او اسم مفرد هياخد وي يو زي اسم جمع هياخد وير دي معناها كان ووز معناها كان وير معناها كانو اه يبقى دي الايه الاشكال بتاعت verbitubi زي ما احنا اتفقنا الحلقة اللي فاتت دي اشكاله في زمن الماضي نجي بقى امتى يجي على شكله اللي هي بيه نفسها دي بعد حرف الجاريتو او بعد model verbis اللي هي الايه الافعال النقصة من امثلتها والمعناها سوفى وكان يستطيع مي ربما في وود وفي كود وفي افعال كتير ولكن مش هناخدها في المستوى ده الهومورك هنعمل الهومورك نجاوب على اسئلتنا في كومنتات ونبعثها تحت الفيديو نمبر 1 ياسمين اس تو سكول جو جوز جوينج نمبر 2 زي اتزا سينما ووز از ام وير نمبر 3 صارة واتشنج تي في ام وير از بي نمبر 4 زتيتشارز بايزي بي از ووز ار يا طرى الاختيار هيبقى ايه الصح نجاوب على الاربع سيلة في الكومنت ونبعثها كمان ياريت تكتبو لنا كومنتات تكتبو لنا في كومنتات جمل من عندكم كتطبيق عملي على القعدة اللي درسناها النهاردة بس مش نفس الحاجات اللي انا ادتهالكم ممكن نكتب جمل على العائلات بتاعتنا عن نفسنا ونعبر عن نفسنا باستخدام الفيرب ده اه لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير شير للفيديو عشان يوصل لكل اصدقائكم والليزم تعرفون ان اتدل على الخير كفاعله وياريت نعمل سبسكرايب للقناة اه وان شاء الله الى لقاء في حلقة جديدة اه هناخد فيها ان شاء الله فير بتدو اه انتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر